طيب مشاهدين دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء موجز الثامنة مع دينا شرفة فضل يدينا شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال وقائدا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات الذي وفته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء وقال الرئيس السيسي خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعية إن الشيخ خليفة بن زايد النهيان قدم الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم وأشار الرئيس السيسي خلال المنشور إلى أن الشيخ خليفة كان محبا لمصر بحق وصديقا مخلصا في كل ظروف والأحوال هذا وتقدم الرئيس السيسي باسمه واسم شعب مصر بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في هذا المصاب الجلل دعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وللأمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة رحم الله الفقيد أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة ونعت رئاسة الجمهورية الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصارح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح سيسي نعى لمصر والشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية والإسلامية أخا وصديقا من أعزي الرجال ليعرب باسم مصر عن خالص عزائه لأسرة النهيان الكريمة والحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة دعيا المولى عز وجل أن يتغمض الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته وأوضح متحدث الرئاسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمة العربية فقدت أحد رموزها المخلصين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة زعيما حكيما وهب حياته لبلاده وأمد أياد الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية امتدادا لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد النهيان حكيم العرب ولو يسطر صفحات جديدة من الخير والنماء ولتحقق الإمارات في عهده نخضة وحداثة يشهد لها العالم وصرح متحدث الرئاسة بأن مصر قيادة وحكومة وشعبا لم ولن تنسى مواقف الشيخ خليفة آل نهيان الأخوية الداعمة والقوية في أدق الظروف والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور بدأت فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية وذلك تنفيذا لقرار هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية ويدل الناخبون اللبنانيون غدا الأحد بأصواتهم في جولة واحدة بنظام القائمة النسبية في 15 دائرة انتخابية كبرى و26 دائرة انتخابية صغرى على مستوى الجمهورية اللبنانية ويتنافس في الانتخابات 817 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية على 128 مقعدا موزعين مناصفة بين المسلمين بمختلف طوائفهم والمسيحيين بطوائفهم أكدت وزارة الدفاع الأمريكية بانتاجون أن الدعم واشنطر لأوكرانيا سيتأثر في حال عدم موافقة الكونجرس على تقديم المساعدة التكملية لكييف التي تبلغ 40 مليار دولار وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إنه إذا لم يوافق الكونجرس بحلول التاسع من عشر من مايو فإن ذلك سيبدأ في التأثير على قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا دون القطاع وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مبلغ 40 مليار دولار إضافي لكن مجلس الشيوخ فشل في تمرير مشروع القانون أيد وزراء خارجية الدول مجموعة السبع الكبرى تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا وعلن الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بارل أن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي ستوافق في الأسبوع المقبل على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها 500 مليون يورو معربا عن ثقة بأن الاتحاد سيوافق على حظر استيراد النفط الروسية قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم تسجيل 21 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا إضافة إلى إصابة 288100 إصابة وسط تفشي للمرض وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ قال أن تفشي كورونا يمثل ما وصفه بالكارثة الكبيرة وأوضح أن كوريا الشمالية يمكن أن تتعلم من تجربة الصين في مكافحة المرض ختم مجد أسامنة فاصل موضوع لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر